أنت قلت قبل قليل بالاتصال أن الله رب السنة طبعا هو الذي أجاز لعائشة أن ترضع الرجال الكبار صح؟ نعم صحيح أولا لدينا إله واحد لا رب الشيعة لا رب السنة إله واحد أحد صمت وأنا كافر به ولا أحترمه جيد؟ هذا رأيك الخافر طيب فلا تقول عندنا إله وعد لأنني عندي رب خاص كمّل كيف ربك أجاز لعائشة أن ترضع الرجل الكبير؟ نعم يقول الله سبحانه وتعالى جل في علاه واذكرنا ما يتل في بيوتكنا من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ورضعنا ما يدر في صدور كنا من حليب الله والحكمة؟ واذكرنا ما يتل في بيوتكنا من آيات الله والحكمة دعني أكمل فمن آيات الله والحكمة إنه ترضع الرجل؟ من آيات الله والحكمة والحكمة اكتسبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هنا في هذه الأية يأمرها بأن تتلو ما في بيوتها والحكمة أكيد اكتسبتها من رسول صلى الله عليه وسلم ومن هذه الحكمة اثتت بأرضاع الكبير كيف أفتت برضاع الكبير من الرسول صلى الله عليه وسلم جواب مقنعة ما في أحد جوابك على الجواب نعم صحيح كيف أفتت برضاع الكبير من الرسول صلى الله عليه وسلم من الحكمة التي يكون سببتها من الرسول وهي معاشر الرسول عاشرتهم هي هاي الآية التي ذكرتها قبل قليل وارضع ما يدر في صدوركم واذكرنا ما يطلب في بيوتكم هذه نازلة على كل نساء النبي ولا بس على عائشة جتة 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 كابسة جتة هذه الآية التي ذكرتها قبل قليل نعم نازلة على كل نساء النبي ولا بس على عائشة على كل نساء النبي طيب نساء النبي طريق كامل كان ضد عائشة لا يقول برضاعة الكبير إذن نيشة أيضا واذكرنا ما يطلع في بيوتك هنا ولا لا نعم طيب هنا قالا ما يصير لأن فتوى سالم مولاء أبي حذيفة فتوى خاصة وهذا ما ذهب إليه إجماع علماء السنة فلماذا شذت عائشة وهي الشاذة نفر معلوم نفر معلوم تسمعني قاعد لي وراء خطيئة قاعد أسمعك واحد نفر يسو نفسه ما يسمع نقوله لين كبس انفلشت رب رب خلص قضيت علي نفر نفر ما دافر يعني يرفع صوتك أنا قاعد أتصل من هات أنا فاتح الشباك أنا فاتح الشباك وإنسوق سريع على الخط السريع فبقية نساء النبي كلهم قلنا أن رضاع الكبير لا يجوز هرام وهذا ما ذهب إليه علماء السنة كلهم وعائشة وحدها منفردة بهجمة مرتدة تقول برضاع الكبير ثلاث أعطيني هل أمسة لما اعترضت هذه الفتوى أي نعم أعطيني الدليل وإذا أعطيتك يلا هو يعرفها بس يريدي يضيعي وقت البرنامج لا أعطي على وقت البرنامج لا في أعطيني الدليل أو تاقف هو ما عندي دليل أعطيني واحدة من النساء النبي من نساء النبي دعنا من حفظة وعائشة هذا هذا أعطيني النساء النبي أنتنا أنتم يلا لكن من كتبها إيه من كتبك اهدئ اهدئ ايه في صحيح ابني ماجي مما صححه الألباني وحكم عليه أنه صحيح بل في صحيح مسلم رواية أبا سائر أزواج أبا سائر أزواج النبي أن يدخلن عليهم أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة وقلن لعائشة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا سائر أجر أزواج النبي اللفظ الثاني في صحيح ابني ماجي المحكوم بالصحة أبا سائر أزواج النبي كلهن خالفن عائشة وأبينا أن يدخل عليهن أحدا بمثل رضاعة سالم كل نساء النبي كنا ضد عائشة في صحيحي مصدر اعطيني رقم الحديث ادخل على الجوجل والان طلعه صراحة اتأكد مني رويه واعد اتصار بك لا 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 اسحقنا على ربك وقبلته لا الحديث في صحيح مسلم شنو تتأكد من عنده لا لازم اتأكد ازمق عن الحديث طيب ادخل الان على الجوجل يريد يهربوا النغض ادخل على الجوجل ادخل اعالجوجل الآن ادخل على الجوجل اتماعني اتماعني انزعلي البلوك من وصف وراحتصل بك يقول لا تنزع ملابسك عيب 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 تنزع يم خالد ابن الولد هناك هو ينزع ونت تنزع عيب اتفضل ادخل على الجوجل ما اقدر ادخل على الجوجل الآن انا قاعد اتصل على افتح ما يعرفون خطيئة السنة ما يعرفون التكنولوجيا احنا الشيعة لازم نعلمهم افتح المايكروفون الخارجي واسمعني وادخل على الجوجل يلا يلا غلق الخط ولد المحرمات العاريات العاريات الثانيات عرض النبي صلى الله عليه وسلم أولد عائشة مركوبة مركوبة والجمالي والبغالي والحمير مركوبة طلحة مركب أتأكد في صحيح مسلم شنو تتأكد ما منطيك رواية في كتاب عجيب غريب حتى تتأكد من صحته الرواية في صحيح مسلم أبا سائر أزواج النبي أن يدخلنا عليهم أحدا بتلك الرضاعة وقلنا لعائشة والله ما نرى إلا ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها النبي عصى السلام خاصة لسالم واضح أتأكد منه شنو تتأكد معنى الغولة هي تبيع علي ولك عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا لدينا دينك شكرا للمشاهدة